أسعد الله صباحكم بكل خير موجز لأهم وآخر الأنباء من قناة السعودية أهلا بكم برعاية من صاحب السمو الملاكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع احتفت المنصة الوطنية للعمل الخيري إحسان في الرياض بالدعمين والمحسنين في القطاع الخيري وذلك في إطار ما تريه القيادة الرشيدة من اهتمام بالعمل الخيري والدعم المستمر الذي تحظى به المنصة من سمو ولي العهد بما يعظم أثر القطاع الخيري بالمملكة في الفئات المحتاجة وخلال الحفل كرم أمير منطقة الرياضة الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز المحسنين والدعمين للعمل الخيري بالمملكة تسعى المنصة إلى تعزيز قيام التكاتف وعمل الخير عبر خدماتها وبرامجها ومبادراتها ومنها تقديم الشكر لكل من تبرع وساهم في توسيع أثر المنصة في مجالات الخيري والمستفيدين منها رحبت وزارة الخارجية بإصدار مجلس الأمن الدولي قرارا صنف فيه ميليشيا الحوثي كجماعة إرهابية بالإضافة إلى توسيع الحضر على إيصال الأسلحة إلى اليمن ليشمل جميع أفراد جماعة الحوثي الإرهابية بما بعد أن كان حضر إيصال الأسلحة مقتصرا في السابق على أفراد وشركات محددة وعبرت الوزارة عن تطلعها في أن يسهم هذا القرار في وضع حد لأعمال ميليشيا الحوثي الإرهابية وداعمها حيث إن من شأن ذلك تحييد خطر تلك الميليشيات وإيقاف تزويد هذه المنظمة الإرهابية بالصواريخ والطائرات دون طيار والأسلحة النوعية والأموال الإيرانية لتمويل مجهودها الحربي والاستهداف المدنيين والمنشآت الاقتصادية في المملكة ودولة الإمارات الشقيقة وإراقة دماء الشعب اليمني الشقيق وتهديد الملاحة الدولية ودول الجوار هذا وكان مجلس الأمن الدولي أصدر قرارا صنف فيه ميليشيا الحوثي كجماعة إرهابية ووسع الحضر على إيصال الأسلحة إلى اليمن ليشمل جميع المتمردين الحوثيين بعد أن كان حضر إيصال الأسلحة مقتصرا في السابق على أفراد وشركات محددة ووصف القرار للمرة الأولى ميليشيا الحوثي بالجماعة الإرهابية مدينا هجماتهم الإرهابية العابرة للحدود ضد المدنيين طالب بإجراءة فورية لوقف مثل هذه الهجمات ويشار إلى أن أحد عشرة دولة صوتت لصالح هذا القرار فيما امتنعت النرويج والمكسيك والبرازيل وإرلندا عن التسويت أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني تعميما جديدا إلى جميع شركات الطيران العاملة بمطارات المملكة بما يشمل الطيران العام والطيران الخاص بشأن استثناء المواطنين ومرافقهم من غير المواطنين القادمين من أوكرانيا من فحص بي سي آر على أن يتم عمل فحص كورونا لعينة تأخذ خلال 48 ساعة بعد وصولهم إلى المملكة نقلت وكالة الإعلام الروسية عن مستشار الرئاسة الأوكراني ميخايل بودولياك قوله إن مسؤولين من أسروسيا وأوكرانيا اختتموا أمس محادثات السلام وسيعودون إلى عاصمتي البلدين لإجراء مزيد من المشاورات قبل عقد جولة ثانية من المفاوضات ويأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه الرئيس الأوكراني زيلنسكي توقيع طلب رسمي لانضمام بلاده إلى اتحاد الأوروبي قال زيلنسكي إن طلب أنه طلب من الاتحاد الأوروبي السماح لأوكرانيا بالحصول على العضوية على الفور بموجب إجراء خاص كونها تدافع عن نفسها في مواجهة غزو القوات الروسية من جهة أخرى أعلنت روسيا إغلاق مجالها الجوي أمام 36 دولة أوروبية ردا على إجراءات مماثلة اتخذتها تلك الدول بحقها وذكرت وكالة النقل الجوية الروسية في بيان لها أنه وفقا لقواعد القانون الدولي وكرد على الحضر الذي فرضته الدول الأوروبية على تشغيل رحلات الطائرات المدنية التي تشغلها شركات النقل الجوي الروسية تم فرض قيود على تشغيل الرحلات الجوية من قبل شركات النقل الجوي في 36 دولة أعلنت وزارة الصحة أمس تسجيل 653 إصابة جديدة تعافي 1081 حالة فيما يستمر انخفاض الحالات الحارجة إلى 600 حالة إضافة إلى تسجيل حالتي وفاة رحمه الله هذا وتجاوز إجمالي عدد الجرعات المعطات من لقاح كورونا في المملكة أكثر من 61 مليون إذ بلغ عدد من حصلوا على جرعتين أكثر من 24 مليون فيما بلغ عدد الحاصلين على الجرعة الأولى أكثر من 25 مليون و 950 ألف جرعة من سكان المملكة نهاية الموجز نشكر لكم طيب المتابعة في أمان الله اشتركوا في القناة